مرحبا بكم أصدقائي مع تحليل أحداث مسلسل الأسيرة الأيام السيئة ما زالت مصمرة على هيرا وبسبب تلك الخبيطة إيفا ستحاول هيرا شرح كل شيء بأرهون وأنها بريئة ولكن أرهون يعتقد أنه لا يوجد تسير آخر في المشهد الذي رأاه في غرفة الفندق ولكي نكون منصفين ما رأاه أرهون صعب جدا على أي رجل هيرا ستقول لأرهون أن إذا حدث له نفس الشيء فسوف تصدقه وستقول لأرهون أن هيرا التي يحبها أرهون ويتق بها كثيرا مستحيل أن تخونه أبدا وستخبره عن سبب ذهبها للفندق ولكن شك الخيانة لم يترك ذهن أرهون وسيستمر في غضبه باتجاه هيرا وستعاني هيرا بين جدران ذلك القصر الضخم وبجانب الرجل الذي تحبه ولكن بعيدا عن قلبه وعندما يرى أرهون هيرا منزعجة سوف يبدأ بي أفكر أن هيرا قد تقول الحقيقة ونتمنى أن تستمر ثقة أرهون في هيرا وأن يراها بقلبه كما قال ويكشف الحقيقة إذا الشريرة مازلت مستمرة في إثمال خطتها وستقوم برهان بمساعدة إيفا وجعل عفيفا تكشف ما الذي يوجد في غرفة هيرا وفعلا أخرج شوكة تلك العلبة وعليها ملاحظة والخاتم وهنا الصدمة سنظر عفيفا تلك الملاحظة التي كتبتها إيفا والملاحظة تقول إنني أتطلع إلى اجتماعنا مرة أخرى نحن نعلم أن عفيفا لن تصدق هيرا أبدا وغضب عفيفا سيتزايد أكثر وستعتقد أن هيرا قد قدت ليلة رومانسية أولى مع جيهانغير مثل ما صبق أخبرتكم من قبل في تحليلاتي السابقة وستعتقد عفيفا بأن هذه الليلة قد حدثت يوم فقدت هيرا أحد أقراطها في الفندق هيرا ستقول أنها لا تعلم شيء عن الصندق ولكن لن يصدقها أحد حتى تلك الرسائل التي أرسلتها نورشاه لم تكون في هاتف هيرا لأنها مثل ما قلت لكم من قبل إيفا ستقوم بحذها لأنها اخترقت هاتف هيرا ولا يوجد بليل حتى الآن على إيفا وخطتها المولية ستكون ضربة لعفيفا فحتى لا يتم الكشف عن أفعالها جلعة جعل جيهانغير يصدق أن عفيفا تريد نصف هذا الفخ لأجل إبعاد أرهون عن هيرا حتى أرهون قد يبدأ بالبحث في الموضوع وسيشك بعفيفا ولكن أعتقد جيهانغير كذلك إذا رأى تلك الملاحظة سوف يتعرف على خط يده من خط يد إيفا وسيكشفها أمام الجميع وحتى إن حدث ما حدث هيرا ستظل في القصر تعاني في صمت وتمثل العلاقة السعيدة لأجل علي حتى إلى حين ظهور برأتها وكان هذا هو الفيديو لا تنسوا تجهي بلايك وشكرا موسيقى